السلام عليكم يا ربي جميع ان تكونوا بخير في فيديو النهاردة هعمل معاكم كريم كراميل بالبرتقان هعرفك المقادير المزبوطة للكريم كراميل وازاي يطلع معاكي مزبوط ومتماسك وكريمي وناعم مفوش فرغات وهعرفك ازاي تعملي الكراميل ما يلزقش معاكي في القلب لما تقلب الكريم كراميل ينزل معاكي كراميل جميع كويسة وينزل بكل سهولة نقول باسم الله ونبدأ اول حاجة بابدأ بيها هي الكراميل عشان الكراميل اللي هو اللي بتحط في القلب الاول مقادير الكراميل كباية من السكر واقل من ربع كباية من المياه ومعلقة من عصير البرتقان انا حطيت اربع معالق كبيرة من المياه ومعلقة من عصير البرتقان ولو حابين تزودوا طعم البرتقان ممكن تقللوا كمية المياه وتزودوا عصير البرتقان انا قلتلكوا الميار بالمعلقة علشان يكون سهل بالنسبة لكم يعني ممكن تحطوا تلات معالق من المياه ومعلقتين من عصير البرتقان ولو عايزين تعززوا نكهة البرتقان ممكن تحطوا معلقة صغيرة من بشر قشر برتقان وممكن تستبدله البرتقان باللمون بسيب السكر لغاية لما يتكرمل وياخد لون الكراميل الحلو ما تغمقاش لون الكراميل علشان ما يديكيش طعم مرارة وبحط شوية من الكراميل في كل قالب ممكن تعمله في قالب كبير او قالب صغيرة بعد كده بجهز الكريمة بالنسبة لمقديل الكريم 1 لتر من الحليب 7 بضاط نصف كباية من السكر وممكن تزود السكر اكتر من كده لغاية كباية طبعا السكر حسب الرغبة ومعلقة كبيرة من بشر قشر برتقان وفانيليا اول حاجة بدف اللبن انا عايز اللبن يكون دافي مش تسخنوه ومش تخلوه يغلي مجرد انه هو يكون دافي وعلى ما اللبن يدفع هكسر البيض بكسر البيض واحدة واحدة في طبق الاول علشان اتأكد انه سليم لان طبعا الجو حر فممكن نلاقي بيضة بايزة فلو البيض كسرناه في الطبق على طول وطلع في بيضة بايزة فهتبوز باية كمية وحطيت معلقة صغيرة من الفانيليا وحطيت بشر برتقان وبرب البيض كويس ممكن تستبدله بشر برتقان ببشر اللمون فهي دي كي تعمل كريم كرامل بطعم اللمون وممكن كمان لو انت مش حبة الافعمة دي ممكن تستغني عن بشر برتقان وبشر اللمون وتحطي معلقة كبيرة من الفانيليا اللبن دفي حطيت عليه السكر وبقلبه كويس عشان السكر يدوب مع اللبن اللبن المقصود بالحليب بقلب البيض بالمضرب وبنزل عليه بكمية اللبن بس بحط اللبن على دفعات يعني بحط شوية شوية وقلبهم علشان اللبن دافي ميل للسخونة عشان البيض ما يخرص معايا وياخد درجة حرة اللبن وانسيت اقول لكم ان قبل ما نشتغل في البيض لازم نكون مطلعين البيض قبلها بساعة بحط الخليط في الخلاط وبديله ضربة واحدة بس الخطوة دي اختياري بس انا بحب اعملها علشان اتأكد ان كل المكونات اندمجت مع بعض وكمان الخلاط وهو بيخلط المكونات بيطلع زيوت الطيارة الموجودة في اشرى البرتقان فبيعزز نكهة البرتقان بعد كده بصف الكريمة انا هصفيها على طول في القالب ودي خطوة مهمة لازم تصفه الكريمة بمصفر فياعة علشان يطلع معاكو كريم كرامل وما تملوش قالب الكريم كرامل للغاية الاخر القالب بيتميلي غاية تلت اربعه بعد كده بحطه في سنية اكبر منه وبحطه حواليه مية سخنة بتغلي ولازم المية توصل لغاية نص القالب ولو هتستخدمه صواني الامونيا فحطه معاها شوية من الخل الخل بيخل السنية الامونيا ما تسوتش بعد كده بدخل صواني الفرن والفرن يكون متسخن من قبل كده على ترجة حرار مية والثمانين والسنية بتقعد في فرن في حدود من ساعة لساعة وربع بدخل السنية في الرفل في النص وبكون مولع الفرن من تحت وبعرف ان هو استوى بمسك القالب وبهزه هز بسيطة لو حسيت ان هو متماسك والوش متماسك يبقى هو كده استوى لكن لو لقيته وبيترج جامد او لسه في سويل يبقى كده لسه هو محتاج يقعد شوية كمان في الفرن بطلعه من الفرن وبسيبه يبرد خالص وبعا كده بحطه في التلاجة يبرد اربع ساعات او اكتر من اربع ساعات وبقلبه بستلكوا الاول من الجناب بالسكينة وبقلبه زي ما انتوا شايفين مش محتاجة لان احطه في مية سخنة عشان الكراميل يسيح او اي حاجة الكراميل بينزل زي ما انتوا شايفين كده كمية كويسة وان شاء الله هتقربوه وهيعجبكو وهستنى رأيكو والى اللقاء في الفيديو القادم و باي باي